انا كمان انتهزت فرصة 3 ايام اللي فاتوا الاجازة واعدت ادور لحضراتكم على السكر الدنيا كلها بتقول فين السكر فانا قلت بما عني عني اجازة 3 ايام انزل ادور للمصريين عن سكرهم وازوفوا اليكم نبأ ان انا الحمد لله قدرت اعطر لحضراتكم على السكر اللي انتو دايقين عليه عايزين تعرفوا سكركوا فين يا مصريين عايزين تعرفوا الشاي بتاعكم كان ماسخ ليه الشهر اللي فات سكركوا اهو سكركوا اهو طبعا مش الرجل اللي واقف انا بتكلم على الاف الاطنان اللي موجودة قدامكم شايفين السكر قديه شايفين السكر حلوته فين تمنتلاف تسعمائة وستين طن سكر يعني تقريبا تسعتلاف اللي اربعين كيلو تسعتلاف طن يعني الاسبوع اللي فات لما قلت لكم تم ضبط سبعمائة طن مش عارف ايه قلت دا رقم مهول سبعمائة طن النهاردة بقول لحضراتكم ان فيه تسعتلاف طن اتزبطوا في احد المخازن اللي موجود في مدينة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية المخزن دا مخزن تابع لاحدة او لاحد مصانع المياه الغازية الشهيرة بس مش حقول اسمه طبعا علشان التسويق والرعاية والدعاية والاعلان وكذا لحد ما نيابة تحقق لكن في النهاية هذا المخزن تابع لاحد مصانع انتاج المياه الغازية الشهيرة والضبط النهاردة وهو مخزن ومحتكر ومشون ومعطش السوق بتسعتلاف طن سكر معنى الكلام دا ايه وانا قصد ان انا ورى حضراتكم الصور دي عشان تشوفوا قد ايه السكر موجود قد ايه السكر متوفر قد ايه السكر زي ما انت شايفين في الصورة على مدد الشوف الصورة بيضة بسم الله من شاء الله من كتر السكر وحلوته الفكرة يا سادة وانا مش عارف اللي حقيقة مفاتش تموين دا كان بيعمل ايه على السكر الاكروبات ولا من فرحيته كان بيتنطط لما لقى السكر مش عارف بس في النهاية حقه يعمل اللي هو عاوزه بعد الضبطية دي مفاتشين التموين ومدرية التموين بالشرقية حقها تعمل اللي هي عاوزها يكفي انها جابت 9000 طن في يوم واحد الصورة انت شايفينها دي معناها ايه والضبطية اللي احنا بننفرد بها لحضراتكم انا بقول لحضراتكم بننفرد بها بمعنى كلمة بننفرد بها هذا الخبر اول مرة يذاع واول مرة حضراتكم تعرفوه هنا قبل اي موقع وقبل اي قناة وقبل اي وسيلة اعلامية على الاطلاق وانا بشكر طبعا زملاء الاعزاء اللي عن طريق مصادرنا الخاصة اللي استطاعوا ان هما يتوصلوا لهذه هذه الضبطية معناها ايه حاكوا تتريفون حالا لحاضر معناها ايه هذه الضبطية معناها انه السكر موجود بجد وان هذه الازمة هذه الازمة هي انها ازمة مفتعلة وانها ازمة مصنوعة بسببين بسبب طبيعي للناس اللي عايزة تعمل ازمة وهم الاخوان ومن والاهم وبعض الجماعات اللي عايزة طول الوقت اطهى المصرين في عشتهم عشان توصلهم انهم ما يغضبوا وبالتالي يبقى فيه سبب للثورة من وجهة نظرهم يا حان الاخوان والسبب التاني وهو اللي قال جزء منه وزير التامويني النهاردة في تصريح انا مش عاجبني الحقيقة بس ما علينا هي التجار الجاشعين ما هو فيه بعيدا عن خدو بالك ان فيه ناس عايزة توقع البلد فيه ناس مايفرقش معها البلد فيه ناس تقولك انا اكسب بس زي المصنع ده وزي المخزن ده تسع تلاف طن هتقولولي طب هم خزنوا ليه بخزنوا عشان يستخدم جزء منه في صناعته ويبقى عنده الاحتياطي وما يعتاشش زي السوق رقم اتنين انه المتبقي هيبيعوا في السوق السودة بأضعاف أضعاف التمن لما الناس تبقى بتدور على كيلو السكر وما تلاقيهوش فبدل ما كيلو السكر يبقى باربعة جنيه وخمسة جنيه وستة جنيه ابيعوا زي ما كان بيتباع الشهر اللي فات في حتة بعشرة جنيه و 11 جنيه و 12 جنيه فبدل ما اكسب عشرة جنيه اكسب 1000 جنيه فدول بيخربوا البلد بأجندتهم ودول بيخربوا البلد بطمعهم وكلاهما في النار كلاهما في النار قولا واحدا ده معناه انه مفيش مفيش أزمة لكن فيه نصب فيه احتيال ودي الدليل اللي حصل النهاردة انه الرقابة الرقابة هي الحل الضبط النهاردة 9000 سكر دول خدوا بالكو بكرة بكرة بعد ما يتصادر السكر ده بكرة لما يتضخد 9000 طن دول في السوق الدنيا هتبجبش ازاي وبكرة لو دخلتوا مصنع تاني ولا مخزن تاني هتجيبوا 9000 طن تاني وحتنزلوهم في السوق فالدنيا برضو هتبجبش القصة قولا واحدا الرقابة والقانون موجودين لمن غابت ضمائرهم واحنا للأسف عشان عندنا أصحاب الضمائر الغائبة كثر في هذا البلد فالرقابة كمان لازم تبقى كثيرة لمعاقبتهم ومحاربتهم اشتركوا في القناة